اهلا بكم فيما لا تزال الهجمات التي نفذها تنظيم داعش الارهابي في واجهة الاهتمام تصدرت ايضا الصحف بيروت لانجازات التي حققتها شعبة المعلومات في كشف شبكات هذا التنظيم في لبنان هذان العنوانان تصدر اذا صحف بيروت اضافة للشأن الداخلي سياسيا نيابيا وبئيا وهو ما سأتابعه مع ضيف رئيس تحرير جريدة اللواء الاستاذ صلاح السلام سباح الخير سباح اهلا وسهلا بك سنبدأ بالموضوع السياسي كونه ما شات اليوم بجريدة اللواء تفردت به هذه الجريدة ولكن بالبداية الكاريكاتور ارمى حمسي بجريدة النار حيث رسم عربة اطفال بداخلها العاب النفايات والحوار والرئاسة فيما امسكت يدها الطفل اللي بسندوق اقتراع مع تعليق حان وقت لعبة انون الانتخابات كلهم العاب يعني اذا ما نستنتج من هالكاريكاتور واللي عم يلعب فيهم طفل شو ممكن تستنتج بتصور انا وقت اللعب انتهى او قرب شارف على الانتهاء بالبدا فيه مجال لانه صار فيه استحاقات دهمة لوح اني يعني الطاقم السياسي بده يتصديه لها بحسن كل المرحلة السابقة اللي قضيناها لعب وتضيع وقت وتعطيل وهيدا للأسف كنا عم نخسر فيها وهلا كلهم ادركوا انه بسبب تلك المرحلة وممارساتها قدر الارهاب يوصل للداخل اللبناني اليوم اذا ما كنا يد واحد وصف واحد عم نتصدى لهالموجه الارهابي ما فينا نظلنا متنسكين بالشكل المفروض نتماسك به لمواجهة هذا الخطر المتزيد سواء في الداخل او على الحدود اليوم معشات اللواء اتت تحت عنوان تسوية ناصر الله الرئاسة لثماني ادار ورئاسة الحكومة لأربعتاش ادار يعني بتقول باللواء اليوم استسلاح ان حزب الله لا يرى اي مشكلة اذا قالت رئاسة الحكومة مجددا للرئيس سعد الحريري على ان يسبق هذه الخطوة انتخاب رئيس من ثماني ادار وهو اما النائب ميشيل عون او نائب سليمان فرنجية ثم يصير للاتفاق على قانون جديد للانتخابات تكون للنسبية لحصة الاكبر فيها قبل ما اسألك عن المبادرة واحد زيتها شو اللي حتم اليوم انه يدق جرس التسوية يعني بوقت ما فيش يتغير لا اقليميا ولا محليا لا الوضع متغير عنا بالداخل من خلال هذا التسلل الرهابي اللي يعني يضرب صار يعني بادق المناطب وفي اقصرها حصنة يعني انت ضرب من سنتين ايه بس ضرب من سنتين وانحصر وبقية موجودة على الحدود ولكن اليوم انفجار برج البراج اللي عم يكشفوا انه في خلايا تسللت الى الداخل وقدرت تعمل بنية تحتية لحد ما يعني لأفرادها لعناصرها حتى يقدر يتحرك ومنحص نحص انه الاجهزة الامنية خاصة شعبة المعلومات عملي يعني يتوفقوا بيكشف هزي الشبكات بهزي الصرعة القياسية الحقيقة واللي عم تاخد عم تناد مش بس يعني اعجاب اللبنانيين حتى هي موضع تقدير الاطلاف الخارجية يعني خاصة باوروبا الامكانياتنا المحدودة والبسيطة عم نقدر نكشوف هايك شبكات في حين انه الامكانيات الاوروبية موضع في اكبر واضخم وبعضهم عمالي عانوا مع هزي الشبكات فمن هون انا بقول انه اليوم الكيادات السياسية ادركت مخاطر تسلل الارهايبي للداخل اللبناني وعدت عادت يعني انا بتسميها صحوي حتى ما نقول عادت الارجدها صحوي صحي انه في خطر لازم نوقف كلنا سوالية لدرق نعم ولكن قبل كان يقال انه سواء بفريق 8 بيتهم فريق 14 انه قراره مش بايده وانه المملكة العربية السعودية ما بدا اي تسوي اليوم وفريق 14 بيتهم فريق 8 كمان انه ايران هي التي تدير منح الامور اليوم وين صار هذه الموني الخارجية لحتى ما نقول تدخل اخبر الحقيقة يعني ما فينا نقول انه ما في يعني حضور سعودي او ايراني او حتى اوروبي يعني بالساحة السياسية اللبنانية لانه هذا واقع وما فينا نتخبى ورا اصبعنا ولكن انا معلوماتي بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالزيد انه هي تشجع اي خطوة تعززها الاستقرار والامل في البلد وتعزز اي خطوة تخدم الوفاق اللبناني اللبناني وننسى ان المملكة حتى لو كانت يعتبرها الامر وكأنه تراجع لها والحلفائها في لبنان لما شجعت تيار المستقبل على الدخول بحوار مع حزب الله كان الهدف انه الوقت الفتنة المذهبية وسحب الاحتقام من الشارع وهذا كان بدعم وبتشجيع من المملكة العربية السعودية الموقف الايراني انا ما عندي معلومات حقيقة ضعية عنه ولكن بقدر استنتج انه كمان الجانب الايراني بهموا يحافظ على الاستقرار الداخلي في لبنان لانه حزب الله غير قادر ان يخد اي معركة داخلية بظل انشغاله في سوريا وبالتالي يعني فيه طلاقي سعود ايراني غير مباشر على دعم الاستقرار في لبنان نعم ولكن التسوية بالشكل يلي ابرزتها اليوم جريدة اللواء تميل الى فريق 8 ادار تميل تميل الدفة يعني لصالح فريق 8 ادار كيف ممكن تقبل فيها قوة 14 ادار ان احنا ما طرحناه اليوم هو جزء من الافقار المتدولة نعم وليس معقول تقبل قوة 14 ادار لا وليس مشروع اتفاق نعم هذه الافقار المتدولة قبل النقاش يعني هلا اليوم نجي منقول رئيس الحكومي 14 ادار معروف رئيس عدد الحريري او من يختاره نعم لما نقول 8 ادار رئاسة الجمهورية رئاسة جمهورية قد يكون موضوع قابل ادار ايه مكاس 8 ادار على اساس انه في مجلس رئيس مجلس نواب ينتمي الى 8 ادار نعم ورئيس الجمهورية اذا بدي يكون ما بيصير 2 بواحد ما هدية اذا بدي يكون مرضى عنه من جانب 8 ادار بدي يكون على الاقل ما عنده لون حزبي او سياسي ب8 ادار فارق الوزير سليمان فرنجية يعني اذا كان العماد عون عنده هذا اللون وزير فرنجية بماذا يختلف عنه ايه بس انا عم بقول انه هيدا افكار بعدها نعم مش مش اتفاق وبالتالي هذه الافكار قابلة للنقاش ومش هدا الاتفاق النهائي يعني احنا اليوم خلينا نقول انه حزب الله عم يطرح تسويه سلي متكاملة عم يطرح افكار بها السلي هادي هاي الافكار طارح قابلة للنقاش حزب الله بحسب اللواء ناطر جواب من طيار المستقبل واوضح لنائب الموسوي انه لا يرى ضرورة التوقف عند بند واحد من بنود التسوية بل تكون الاستجابة لها ببحث الموضوعات جميعا يعني اما سلي كاملة او ولا اي موضوع صح حتى بتيارة المستقبل فيه كمان يعني شعور انه وقبول انه لازم تكون سلي واحدة ورايح البلد ما بصير كل نقطة نفوت فيها بنقاش شهرين ثلاثة حتى نقدر نوصل الاتفاق لألة وكلنا بنعرف انه بسلي الواحدة التنازلات بتتم دفع واحدة وليس بكل جولة بدنا نعمل معركة لنوصل للتنازلات المطلوبة فمن هون الحقيقة يعني اللي عم بيه المطروح انه فلتقن تسلي واحدة فلتقن يعني تسوي الشاملة حتى اللي نقدر نطلع البلد من هالمستقبل الأزمات اللي عم تخبط فيها السحافي علي حمايد اليوم بالنهار بما يتفق مع لحضرتك استسلاح ترحته بيقول الظرف قد يكون مؤاتل لتحريك الوضع السياسي باتجاهات إيجابية تسهم بحماية البلاد وخاصة بعد ما اختلطت الأوراق اثر العدوان الروسي على سوريا وبعدين موجة تفجيرات الطائرة الروسية الضاحية وبريز وغيرها يعني لبنان قد يفيد بشكل غير مباشر من اختلاط كل هذه الأوراق لنقول انه مسائب قوم عنده قوم فوائد في لبنان يستفيد من اختلاط الأوراق اذا الكيادات السياسية عرفت تلقت اللحظة هذه المناسبة وتلقت هذه اللحظة اما اذا بنضيع فرص مثل ما ضيعناها من سنتين واضيتين يعني معناته كمان عم يمرون قدامنا كتار التسويه وعم نخلي يمرون بدون ما نستفيد من وجود هون وين المثل بيقول بيجرب مجرب كان قبل يانا عطى شو بديل ما عنا بديل ما في بديل عنا كيادات سياسية يعني موجوديني لأن يتم الانتخابات في مدى زمني محدد انه اذا وصلنا له ما التقطوا اللحظة المناسبة منقول انه رحت علينا بهذا البلد شوف اذا مؤتمر فيينا قلع ووصل الى حل المثلة السورية قبل ان ننجز نحن تسويتنا نصفي نحن رجعنا نرتبط اكتر بالوضع الاقليمي يعني ما نتلقى ردود فعل التسوية بده تصير نحن نتلقى خاصة وانه التسوية السورية او الحل السياسي السوري بدي يفتح باب جهنة مع تنظيمات المسلحة نعم هذه التنظيمات المسلحة ومدى تهرب ومدى تروح لبنان احد دور الجوار يعني ممكن تروح تركيا ممكن تروح اردن شوي ممكن عراق شوي ولكن لبنان احد دور الجوار وبالتالي احد دور الجوار وبالتالي لبنان معرض امنه في حال صار في حال سوري ومطاردة للتنظيمات المسلحة لماذا في لبنان دائما القدر انه اي تسوية لا تأتي الا على الحامي مثل ما بيقولوا انه بعد ما يتسفك الدماء وبيسقط الشهداء لحتى ينطروا تطلع على التسوية اولا اي مفاوضات بتصير دائما على نار حامي حتى بين الدول يعني خصوصا بالمعارك والحروب تشتد المعارك عشية المفاوضات وفي الايام الاولى للمفاوضات تانيا نحنا للأسف ما عم نعرف نستفيد من اخطائنا نعم وهيدي هوني الطامة الكبرى يعني انه اليوم نحنا امرأنا بخليل خمسين سني بكذا تجربة بكذا حرب بكذا مشكل ومعرفنا نستفيد من عبرة دروس هذه المشاكل وبعدنا نقع بنفس اللغة عم نكرر نفس القصة رئيس برني بحسب المستقبل ايضا استشعر هذا المناخ الايجابي وافاد منه للدعوة لأكرار قانون جديد للانتخابات واطلقت هيئة مكتب المجلس رحلة البحث عن هذا القانون شو المعضيات اللي عندك استطلاح بهذا المعنى اي قانون ممكن يرضى عنه جميع الفرقاء جف مثلنا بنعرف القانون الارتدوقسي سقط يعني سقط في المهد وما قلع كما يجي فمستبعد قانون اللي اتفقوا عليه المستقبل الاشتراكي والقوات قانون الدقرة الكبرى ونسبية انه البناء دقرة واحدة مع النسبية كمان سقط لانه ما في قبول مسيحى به في مشروعين انوناين اساسيين امام لجنة قانون الانتخابين مشروع الاول مقدموا طيار المستقبل للحزب التقدم الاشتراكي والقوات الليبنانية هذا المشروع بيقول نعتمد ببعض الدوائر نسبية وببعض الدوائر الاكسرية وصلوا ستين مقعد بالاكسرية وانتخبوا ستين مقعد وثمانة وستين بالاكسرية وثمانة وستين بالنسبية المشروع اللي قدموا قوة ثمانة قدار بيقول لا بنعمل نسبية واكسرية بمستوى 64 ب64 يعني نص نص شو صحت بس قبل ما نكمل انو المستقبل والاشتراكي ما بقى بدون حتى هذا القانون اللي اتفقوا عليه مع القوات انو عم يتنصلوا منه ما سمعت انا الحقيقة هيك وهيك موقف حتى الان لانو انو بدون العودة لقانون الستين يعني هيدا جمعة الماضي ايه في حكي بس ما في شي محصوم بعد ما في شي محصوم بس ولكن انا اعتقد انو هاي صيغة لما تروحها اكتر شي واللي بدي تم التفاوض على اساسها وهول الفرق بالمقاعد وين وين تقع هالمناطق على علمك ما عندي الحقيقة تفصيل دقيق ولكن اكتر شي المدن الكبرى بدا تكون تعطمت فيها الاكسرية وليس النسبي خاصة ببيروت بترابلوس بسايدا مناطق دوائر الجنوب مبدئيا متى تعظمت فيها النسبي قداش في مجال ينخرق تنخرق هنا لوائع حزب الله وحركة امل لانو ما في مجال تنخرق سحي اعتمدون النسبي حسب بتعال النسبي بسبب عامل السلاح يعني تقصد يعني ما في قوة وهدك السلاح ايه يعني ما في قوة قادرة عندها القدرة ان تخرق اولا في السلاح في قدرات المالية في قدرات التنظيمية في البنية التحتية يعني السياسية والحزبية المعمولة للفريقين في مناطقهم الوزير مروان حمادي بحسب الجمهورية بيرفض انه يسمى الذي يجري بالخطوة الاولى برحلة الالف ميل متمنيا ان تكون رحلة اقصر عندك انتباع انه رح تطول قصة التواصل الانون الانتخابي او انه خلص متما تخذ القرار بيغضون شهرين انا بتصور اذا محادثات التسوي الشام اللي تقدمت خلال هالشهرين نعم انه الانتخابات بيخلص بكنون تاني اذا تعثرت محادثات التسوي خاصة بين تيار المستقبل وحزب الله انا بتصور قانون الانتخابات بدي اخذ وقت اكتر من كانون تاني جريدة الاخبار اليوم قالت ان السعودية بحسب مصادر ب14 و8 ادار والكوى الوسطية لن تقبل بالتفاوض مع ايران قبل تحقيق انجاز في اليمن وهذا الانجاز يبدو بعيد المنال ومن هل الجو بتقول انه مستحيل التوصل لانون انتخاب مستحيل يمكن حسم قصة رئاسة الجمهورية قبل ما تنحسم الازم السورية عندها جو مناقض تماما لكل ما سبق بالواقع احنا ما فينا نفصل ازمتنا عن ازمة المنطقة ولكن احنا مفروض نكون جاهزين لما يدق جرس الحل بسوريا نكون احنا جاهزين ما فينا نكون في حل بسوريا نكون احنا بعدنا عم ندور بدوامة السراعات والخلافات يعني الا اكيد باليمن المملكة العربية السعودية معنا اهمية كتير كبيرة على عودة شرعية لليمن ولكن هذا لا يعني على حسب اللي عم بيصير في الميدان العسكري انه المسألة بعيدة المنال ابدا يعني معركة تعز قد تبدأ خلال هالاسبوع هذا ومعركة صنعها الابواب يعني صنعها اسبوعات شبه محاصرة من قوات المقاومة المدعومة من بقوات التحالف العربي يعني وبالتالي الموضوع اليمن متل ما بحض عم بيصوروا انه موضوع طويل طويل ايه وبعيد الحل وبعيد المدلاء على قد تبقى بعض جيوب مقاومة بهذه المنطقة او تلك ولكن تعز وصنعها احتمان المعركة معركتهم الحاسب صارت كتير قريبا بعد الفاصل نائب جنبلات ومسألة المزيدات المسيحية واكيد الانجازات اللي عم بتحققها القوة الامنية لحظات وانا عود اشتركوا في القناة